بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطالباء نبتدي اليوم محاضرة الفصل عاشر والفصل الدعاش من موضوع الـ Technical Writing ورح نبدي بالفصل عاشر بعدها ناخدنا الـ Introduction لكتابة الـ Formal Reports ورح نكمل اليوم الـ Formal Reports ورح نقول التقارير الرسمية رح ندخل بالـ Body اللي هو يعني الجزء الرئيسي من الـ Report الـ Basic Elements of the Report Body are أخذناها أكثر من المرة اللي هي الـ Procedure، الاجراءات، الـ Results، الـ Discussion هذا نسميه الـ Body يعني الفصل العاشر رح يختص بالـ Procedure والـ Results والـ Discussion رح نركز على اللي جو واخذ حتى نختصر المادة نبتدي خنشوف نبتدي بالـ Procedure، خننبدي بالـ Procedure أولاً ناخد الـ Rule الـ Body of Formal Investigation Report must contain a Procedure, Results and Discussions of Results إذن هاي الأجزاء وإنسية الثلاثة للـ Body اللي هي الـ Procedure والـ Results والـ Discussion لا بد أن يحويه أي فورمال ريبورت نبدأ بالـ Procedure، شنو مطلوب من عدنا بالـ Procedure؟ Writing a Procedure، الـ Procedure اللي نسخص بها عن الإجراءات This section of a report body could be called Investigation يعني هذا ممكن يكون شنو الـ Procedure؟ ممكن يكون Investigation، التحقيق أو البحث Laboratory Test، نتائج الاختبارات المختبر Field Test، Field نقصد بها مكان العمل وليس المختبر أيضاً Test Design concepts and so forth as long as it contains sufficient details that what was done can be repeated by others يعني يجب أن يحوي sufficient details يجب أن يحوي تفاصيل كافية شنو؟ إنه can be repeated by others اللي يقراها ممكن يعيد التجربة اللي انت مسوية عن طريق تفصيلك انت للـ Procedure There are two main reasons for details that allow the repeatability of a procedure هذا السؤال مهم ممكن يجيك شنو السبب بين الرئيسية اللي يجب أنه تسمح أنه إعادة الـ Procedure ليش إحنا يجب أن نضمن إعادة الـ Procedure من الشخص الإخراف First الأول If you need to repeat the test some time in the future You will have the necessary information يعني أنت بالمستقبل في السنة سنتين أو إلى آخر أي فترة ردت تعيد الـ Procedure هذا ردت تعيد التجربة شو رح تعيد عندك معلومات كافية موجودة Second الثاني شنو؟ If your work is being published other may want to repeat it to verify that your model equation and so forth are correct السبب الثاني الشخص اللي يقرأ ممكن شنو؟ ممكن يعيد التجربة اللي تتسوي حتى شنو؟ حتى يتسوي verify حتى يتأكد من الشي اللي انت قاعد تقوله أنه صحيح فهي السببين مطلوبة منك ليش لاجب أن نضمن أنه أكو تفاصيل كافية حتى تعيد الـ Procedure بعد شنو عدها الـ Detail شنو يحوي يعني تخيبه شنو يحوي الـ Procedure الـ Detail تفاصيل every step gives specific sizes and quantities إذن يحتي على كل خطوة يعطي specific sizes and quantities من تحتي على كميات ونوعيات يجيب أن تحدد بالضبط state conditions يوضح الحالات مثلش temperature and times the imperative mode imperative يعني يجي بصيغة الأمر where sentence starts with verb يعني عادة شنو يحتي هنا بصيغة الأمر الجملة تبدي فعل is usually reserved for writing instructions or operating manuals like in the proceeding example of receipt in contrast the descriptions of tests or investigation may be better expressed in the parsed sentence حالة إن إحنا نخلي المعلومات شنو بالماضي شوف هاي أنا نخلي example ومطنيا خال جو أخاط ما راح نخلي example لكن نشوف استعمال الفاعل where submitted where identified هاي الجملة اللي إحنا نستخدمها دائما الصياغ الفعلية خل نشوف شتون the proceeding example the example اللي شرنا هاي السألة is written in passive voice إذن هذا هو الشكل الفاعلي مستخدمه اللي هو passive this is traditional in many technical documents where the writer is communicating information as an observer يعني أنا إذا أكتب التقيير أنا أعتبر نفسي كمراقب ولهذا أكتب دائما شنو بال passive voice الفاعل where written where written إلى آخره using the active voice in general قلنا عليه active voice the steps in the experimental procedure are usually written in chronical order يعني بتسلسل يعني خطوات وفضل أن تكتب واحد اثنين كارثة كتسلسل حتى تكون مفهومة لألخار illustrations أخذنا فصل كامل على ولو كان بسيط كلس لكن هو شنو توضيحات in the form of schematic photos tables and figures are encouraged يعني يفضل أو يشجع على استعمال شنو illustration بكل أنواع ها schematic photos tables and figures it is very difficult to describe a special laboratory test rig without schematic عادة من الصعب مشرح أجزاء التجربة أو أجزاء الرج أو الجهاز إحنا شنسوى schematic يعني بترسم توضيحي schematic يعني مو حقيقي بد رموز لالشيء اللي قاعد تستخدمه on other hand there is no need to describe common tests عادة من الprocedure تتحكي على فتشين معهود أو واضح common tests مثلا tension or hardness testing وهذا معروف بالمختبرات tension and hardness فقط تقول استخدمت harding tests to an engineer most engineering schools expose engineering students to mechanical properties of material يعني عادة من تستخدم من تخواص فالعادة نحن نطلق اللاب شنو نطلق tables المن للميكانيكال properties of material للخواص الميكانيكي للمواد however always identify the standard use when conducting even the most common tests دائما استخدم شنو ال standard حتى توضح المصر اللي انت استخدمت به Inadequate procedure هذا ما محبّد أو غير ملائم هاي الطريقة اللي اللي هنانا موضحها بالكتاب شيني هاي الطريقة خانعين كتابتها the test reduced in these experiments was previously described seven and we modified it with a proximity sensor for these experiments هاي الطريقة مصحيحة انه شير الى انه التجارب اللي اجراها مثلا رقم سرعة أو الاخره لأنه مموجود عندك التركومات وما ما يجود يجب ان يشتشرح كل شيء انت استخدمت لا يجوز الاشارة الى البروزيجر السابق لأنه يجوز ممتوفر عدالي أخرى rule always consider using photo or sketch when describing special geometric shapes assemblies or other complicated interrelationships test procedure must be detailed enough so that you or others can repeat test in the future إلا هاي الطاعتين استخدم دائما التوضيحات الفوتو sketch الى آخره لتوضيح الأشكال assembly يعني التجميعات الأجزاء وقضايا المعقدة ودائما خلي تفاصيل كافية علم للtest procedure حتى انت اول يقراها يقدر يعيدها بصورة صحيحة خلصنا الجزء الأول اللي هو البروزيجر ها ستجي على شنو على الرزول شون تكتب الرزول وشنو معنات الرزول test results mean just that شنو just that يعني هي النتائج they are the outcome of what happened in each part of the study شنو دي صير what happened دي صير في كل جزء من الدراسة if you measure the specific gravity of ten type of rocks إذا أنت قاعد تحسب الجرافتي specific gravity الكتابة النوعية لعشر أنواع من الروكس من الصخور show the data in table or pair verbally in a graph or bar chart عادة يعني خليها حتى تسهل شنو تسهل قراءته يفضل graph أو bar chart كنا نعرف شنو البار chart اللي هو يستخدم بالأحصار مقارنة مقارنة مرئية بصورة أوضح لي شنو للتس illuminated the reader is accommodating you by reading your report in return make reading report as effortless as you can you can make it wherever possible يمكن أن تستخدم عملية القراءة للقراءة حاول أن تسهل عملية القراءة للقارئ يعني ما يبدو الجهد متعب حتى يفتي من الشيطة التي تقوله فدائماً الغرفات التي انشأت هذا الغرف أو اكتشفت كانت تستخدم عملية القراءة للقراءة هي أن وجدة الغرفات يجب أن تخص الريزولت لا تدخل ب شيء آخر يجب أن تخص الريزولت في صورة مختصرة يعني بصورة مختصرة واستخدم الإضاحات نجع الجزء الثالث والأخير اللي هو الديسكشن شنو الديسكشن؟ خلاص ثال ESS حسنا ناقش الرجال this section on results describes what happened and the discussion section explains why it happened بالرسول بشن اللي صار بالدسكشن شنو ليش هذا الشي صار why it happened the discussion section of a report is where you explain the result to the reader and present the closing argument for your thesis you describe the reason why you think the result happened as they did you are also encouraged to compare your result with the work of others دائما شنو يشجع أنه تقارن نتاجك مع نتاج الآخرين go back to the references in the introduction and relate them to your results and interpretation ارجع إلى المصادر بالintroduction وقارن معهم comparison to references help to substitute claims يعني انتراتي صوي جماعي يعني تقريل أو تتقرر تدعي تشيئي كلاعي لاتيب ان شنو الدعما بالنسبوع بالقماريزم of course if your investigation results are not what you anticipated the discussion section is the place to explain why your investigation did not work out إذا طلعت نتائجك مو مثل ما متوقع not what you anticipated مو مثل ما متوقع بالdiscussion section هو المكان is the place to explain why your investigation did not work out avoid introduction new information in this section تجنب إدخال معلومات جديدة في هذا المكان the discussion can be difficult easy or omitted depending on the situation الدسكشن ممكن تكون صعب سهل أو ممكن تلغي اعتمادا على الوضعية it is normally appropriate section to explain results compare your results with those of others and convince the reader that your results are accurate usable and have value هذا هو المكان اللي شنو أنت شرح السوي بي appropriate section 2 تسرح السوي بها المكان explain results تفسر النتائج compare your results with those تقارن نتائجك مع البقية convince reader تقنع القرى that the results are accurate صحيحة usable ممكن استخدامها and إلها قيمة if your project has a failure say so and explain why here إذا صار عندك البروجيك بفشل فهذا المكان اللي توضح بشل السبب اللي صار الروض and the discussion explain why thing happen in way they did في هذا المكان إحنا رح نوضح ليش القضايا اللي صارت بالشكل اللي صار chapter 11 اللي هو خلنا نعتبر النهائي اللي formal report closure انهاء التقرير اللي formal هنا يعني خلنشوف شنو أهمية الان the end of formal report requires special consideration النهاية يرادلها اهتمام خاص special consideration because in many cases it is more important than other parts of the report لأنه هي أكثر أهمية من البقية ده نقرة فقط اللي جو واخر all conclusions and end matter are crucial to a proper technical document إذن الكونكلوزين النتائج أو النتائج الجيدة والend matter الشكل النهائي هو شنو are crucial مهم شنو في الدكومنت الجيدة conclusions conclusions is a judgment based on the result of the body of the work and I meant to give the conclusion هي judgment هو حكم لكن على أساس على أساس the result of the body of work it is final outcome of for example investigation the result obtained in the investigation the conclusion راح تحتمت على شنو على نتائج الinvestigation بعد the analysis of the result تحليل النتائج بعد comparison of the results with the work of others مقارنة النتائج مع الآخرين it is important to not present the result as a conclusion يعني مو النتائج ينفس تصير الكون لا النتائج الريسال تختار عن الكون if a survey conducted on preference between the color red and the gray you results that 75 out of 100 prefer red and 25 out of 100 prefer gray this is the result of the study انت اجريت survey مسح وشفت بانه اللون الاحمر واللون الري الاحمر الري اجريت 75% والري اجريت 25% هذه نتائج وليس conclusion and it is put in the result section هاي نتائج وين تخلي بالresult لكن شو تخلي باللعج بالconclusion the analysis and discussion result explain why you think the color rate had higher percentage in the preference survey بد سكن راح هال نتيج بد سكن راح السوي تقول ليش الري صار أفضل او اعلى percentage من اللي غري زين بالconclusion شو راح نخلي الconclusion simply ببساطة تقول شنو that most people prefer red over غري إنو الناس يفضلون red over غري نانا بعد رادي نتوضيح شنو دائم نصير الاشتباه بين results والconclusion results the divorce rate in india is 5% it is more than 50% in u.s الطلاق معدلة في الهند 5% لكن بال u.s 50% 50% higher result شنو بالconclusion the divorce rate is much higher in u.s than in india الطلاق result 3 of 7 lots of steel had yield strength below specification limits in may may شهر may شنو 3 of 7 3 من 7 شنو yield strength اقل specification limits اللي نحن نعرف هذا شنو هذا result شنو بالconclusion it is possible we receiving steel below specification عالة نحن نستلم مو عالة possible نحتماليا نستلم شنو انه steel below specification if you are if there is more than one conclusion it is preferable to enumerate the conclusions in an end list يعني اذا عندك اكثر واحد اخليها enumerate يعني ترقيم واحد اثنين اوضل اذا كان عندك اكثر من واحد rule never and the new material are all discussions and the conclusions بالconclusion دير بالك متخلي اي material جديد او مناخش نجي على recommendation التغصيات الجزء الاخر هذا بالclosing حتى انا على recommendation هسا نجي على recommendation recommendation is a statement suggesting particular course of action action يعني course of action يرجون من عندك التوصية النهائية للموضوع شنو التوصية النهائية للموضوع بها لازم شنو course of action يعني فعل recommendations come at the end of report هاي نهاية الربور راح تخلي recommendation and they often are the final product of study and formal reports studies or investigation are done because there may be insufficient information available on which to base decision شنو السبب الدراسة شنو عندك insufficient information معلومات نقص في هذا المجال you the technical person proposed a study with a proposal report you received a funding انت ممكن سوى شنو انت شخص technical انت اختراح الدراسة وانت استلم شنو funding funding يعني دعم مال يعني did the work حتى سوى العمل and now انت you are writing the report the report should close with the statement to the funding organization on the course of action الدراسة اللي تساوات لك التمويل شنو من عندك هست في نهاية report انت ساوات شو وقاع تكتب بال report يبدون من عندك شنو final statement يبدون من statement to the funding الدراسة اللي دعمت في هذا لكن شنو من the course of action course of action يبدون من recommendation are normally written in imperative mode يعني بصيغة أمر you the writer are directing the action recommendation should be concise and never more than one sentence يعني هاي النتائج النهائية يبدون الأفضل حتى لو سطر واحد حتى هم بعد العمل اللي سوتين تيبدون من action عبارة عن سطر واحد توضيع شنو رح يساو if the purpose of a technical report is to present result for example in analytical surface it may be inappropriate to have recommendations في بعض الأحيان ما يحتاج ركومندا بالحقيقة لأن أنت قاعد تستعرض فقط present result تستعرض نتائج لأنالتك surface لما يحتاج تسوي recommendation هذا كل ما يخص recommendation مجعل المصادر the references section in technical report list the works of other هو عبارة عن شنو list of works of other يعني list للناس اللي مشتغلين قبلك that you referred in a work اللي انت شرت لهم it includes ممكن تكون شنو books journals articles and under some circumstances في بعض الأحيان unpublished works such as company organization report or university theses ممكن تشير إلى شنو تقارير ممشورة وممكن تكون شنو theses من الجامعات كنت نشور لكم ممت نشور ممكن نشير لها references are re-incited in the text and with square bracket شون طريقة استعراض references أقول الطريقة المعهودة هو المربع القوس المربع square practice وينكتب داخل رقم but this may depend on the style for giving publication as talking in the order every person has a function that the practice is the good and good some good إنه سوف نتحق نتحق الأرجاء لحني أن يكتبوا نتحق لقم الصغير الذي يفوق الإسم مثلاً مثلاً سميث 17 سميث 17 سميث 17 كيف يعطي المصدر مو قوس معبض لموجه التحفير يمكن أن يكون مستحيل أن يصور عن المنظر نائائي بعض الأمر في التحفير الناس الذين يقومون بأنهم بالنسبة ما رح نتحق الأرجاء؟ بلنا 17 ما هو 16؟ هذا التسلسل المجيء مالهم بالأطراحة are numbered, references are numbered شنو الورد المالت of their appearance كل ما يفهر واحد نطير لكم بالسرع they are given a numerical order if a combined second time with other references some journal use references style without a numerical references references are cited by other and date only في بعض الاحيان ماخر نرقم فقط اسم المؤلف references are cited by شنو other and date only, الاسم يمى التاريخ مثل يش هذي مثلا references by the date مثلا, Archer in 1979, performed experiment that lead to widely use wear model, هذا شرنا إلى المصدر هذا الاسم Archer, شنو اسم مؤلف و1979 هو التاريخ بعد الbiological بابلو graphic information in references list شنو نذكر بالرفرنس احنا كذا كرنا بالتكس لكن من نسوي لست بي شنو خلي باللست هذا now that we know how references are used and cited in text شرنا شون نشير لداخل التكس let us addresses the correct way to list them شون نسوي قائم بيون a journal and organization has different guideline on paper listing of attribution the basic information required in referencing citation is هاي مطلوبة من عندك تعددنا شنو مطلوب ينذكر basic information وين بالرفرنس citation هذا اللي جو واخر شنو الاثر الاسم publication اسم publication publisher اللي شمن الناشر بعد year of publication سنة الناشر والpage number رقم الصفحة او ارقام الصفحات انه ممكن تكون اكثر من صفحة بعد مثلا هذا المثال citation of an article in journal R.H. R.T. هذا الاسم هذا الاسم طبعا السرنم يكتب كامل the rule of friction and friction models هذا اسم الwork مالت journal of testing اسم الجرنل volume 2 number 23 1979 page 207 to 209 هذا التفصيل الكامل المطلوب من عندك شون سوي citation بالرفرنس الرول never release references that cannot be obtained by a reader نحن ملاحظة لقيت انه لا تخلي مصادر الشخص اللي يقرأ الرحماتك ما يقدر يوصل له يعني لأشباب كثيرة ممكن تكون بالفلوس ممكن ما متوفرة الى آخر فلا تخلي أي list that cannot be obtained by the reader نجس على الملخص اللي احنا نسمي الابسترات اللي هو يكون ملخص الور كل الابسترات is usually only used on formal technical report or article for publications ما يستخدم دائما يستخدم فقط بالformal technical report الابسترات is usually placed in separate page that includes the report title and author name and affiliation يعني يذكر في صفحة خاصة هذا الابسترات يكون مجاني حتى المجلات اللي اشتراك بفلوس ينتون الابسترات مجاني شون ينتون في صفحة منعزلة separate page ينقل شنو التايتل اللي اسم author name and affiliation يعني عنوان الشخص هذا شي حوي مطلوب منك هنان the content اللي جوا خف the content of all abstracts must contain certain ingredients شتحوي أجزاها شنو objectives of the work scope of the work and what was done what was accomplished result conclusions and recommendation هذول كلهم تخليهم وين بالابسترات في المجال المحدد اللي يختلف طبعا من المجلة أخرى الحجم مات هذن الأربع شخص يجب أن يتوفرون في أي abstract بصورة مختصرة جدا rule write the abstract last يعني هو حيتخلى بالبداية هو صفحة لكن شنو تكتبوين تكتب من تخلص write the abstract last آخر شي قال make it a concise summary of the body of the work ملخص كل الشغل اللي تسويت بقى الباك ما ترشنو يعني بعض الملحقات اللي تكون بال report شنية you are not finished yet formal report on paper can contain bug matter that may be needed to confirm to conform to an organization or style required by a journal these sections can include بعض الملحقات المقلوبة شنية acknowledgment appendices references alterations captions alterations index كل هاي مقلوبة من عندك راح ييجي عليها بصورة مختصرة كل اسنو بل acknowledgement شنية ال acknowledgement the acknowledgement section can be optional ممكن اي ممكن لا or not depending on the organization المكان اللي تقع تستولي it is a proper place to list the name of people and organization that contribute to the work described in the document or help in writing the document يعني شكر المن للناس المن the name of people and organization اول مؤسسة that contributed to the work اللي ساهموا بالعمل او ساهموا بالكتاب فهذا منطيك مثال نوع شون يعني الابندسيس الملاحق اپندسيس هو جمع اپندكس ان اپندكس يعني الواحد is an attic of a document it is added to the end of document based because there is no room within the document عادة ممكن عندك ملاحق صبحتين كافة اربعة ممكن تخليها داخل لانه there is no room ماكو مكان إله ولننخليه نخليه بالنهاية بعنوان الابندسيس روح شنو informal report most content introduction body and conclusions الinformal روح الرافرنسي شنو اذا رح نشوي listing بالنهاية this chapter already discussed the use or content of references but they are part of bad matter of formal technical report or paper the usual format for references section is to list references by number on separate sheet with the title references at the top of the list يعني تبدي صبحة أو مكان خاص الها أنوانها references وتخلي بها كل الناس اللي اشتغلوا بي number زين separate sheet بعد contribution distribution list المن راح يوزع هذا الدكو ونت الكاتبة المن تريد تروح تسوي list اله how do you decide to whom to send report this question is answered in many organizations by management من اللي يحدد يحدد الإداريين اللي مسؤولين عليك أو إذا كنت مسؤول هما يحددون هذا report الذي تسويت المن راح يتوزع distribution لس قائمة التوزيع saving report الريبور راح تحق للأول some technical organization have a formal procedure for saving technical report the usual procedure is to put عادة وين يدخلون كل شركة عدب الترتيب شكل لكن عادة ال usual procedure شين وين يدخل hard copy تعفوش شين hard copy يعني ورق ورق يعني مو بالحاسب مو soft وين personal file مكان الشخصي لهذا الشخص اللي كتب department file القسم اللي ب بعد possible the corporate organization library مكان إذا أكو مكتبة ممكن يتخلى بي أو إذا شركة أكو ساعدة في الموضوع هذا الهنا ننهي الشابتر النهائي في موضوع technical writing خلصنا خلصنا تقريبا الموضوع هذا وحددنا تقريبا بصورة مختصرة شين القضايا المطلوبة في هذا الموضوع هو خط هو المطلوب من عندك والييد يتوسع بالقراءة ممكن يتوسع بالقراءة والمرين لكن المطلوب بالامتحان هو ما تحت خط واختصرنا كثير من الأشياء أيضا لتسهيل المادة والظروف الخاصة اللي يمر بها الطلبة وشكرا جزيلا على استماعكم والسلام عليكم